ليلة لليلة لليلة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نحي في الوطن التجديد نحن في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل بعد نحي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إن كلامي صح ومفيد ليلة لليلة لليلة للا ليلة لليلة 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 للا إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونسترضيه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ أحمد إسماعيل معلم الصفوف الأولية بمدارس ابن خلدون التعليمية ابتدائية الياسمي طلاب الأعزاء يسعدني كثيرا أن أكون معكم اليوم ومع درس جديد من دروس مادتنا الجميلة مادة الرياضيات ومع الدرس الأول في الوحدة العاشرة التمثيل بالرموز فكرة الدرس طلاب الأعزاء أجمع البيانات وأنظمها ثم أمثلها بالرموز المفردات الجديدة لوحة الإشارات التمثيل بالرموز والآن لنستعد أيها الطلاب وإلى المثال الأول نظمت سعاد مجموعة من صور الحيوانات في جدول ثم سجلت البيانات التي جمعتها في لوحة إشارات طلاب الأعزاء ماذا نفهم من هذا المثال؟ نعم، قامت سعاد بتنظيم مجموعة من الصور لمجموعة حيوانات في جدول ثم قامت بتسجيل البيانات التي جمعتها في لوحة إشارات كالتالي صور الحيوانات التي جمعتها سعاد عبارة عن الجمل، القطة، الماعز، الأرنب قامت سعاد بجمع ست صور للجمل وأربع صور للقطة وثماني صور للماعز وصورتان فقط للأرنب نريد طلابي أن نمثل لهذا العدد بالإشارات كيف؟ الإشارات عبارة عن مجموعة من الخطوط نضعها في هيئة حزم أربعة خطوط، ثم الخط الخامس يكون بهذا الشكل عرضيا ثم نكمل بعد ذلك فإذا نظرنا إلى صور الجمل، نجدها كم صورة للجمل؟ نعم، أحسنتم أيها الأبطال ست صور إذن، كيف نضع الإشارات لهذه الصور؟ نقوم بالتالي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ثم الخط الخامس يكون بشكل عرضي، ثم ستة بعد ذلك نمثل القطة كم صورة للقطة أيها الطلاب؟ أحسنتم جميعا، أنتم طلاب متميزون أربعة صور نقوم بوضع الإشارات هكذا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة لننتقل بعد ذلك إلى صور الماعز كم صورة للماعز؟ ثمان صور إذن، نضع الإشارات كالتالي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية وأخيرا، صور الأرنب صورتان فقط إذن نضع خطان فقط بهذا نكون قد مثلنا الصور بالإشارات وننتقل الآن أيها الطلاب لتمثيل هذه البيانات ولكن في هذه المرة سوف نمثلها بالرموز لكي نمثل هذه البيانات بالرموز علينا أن نتبع الخطوات التالية الخطوة الأولى أنشئ جدولاً وأضع له عنواناً ومفتاحاً ثم أحضر أوراقاً لاصقة كالتالي طلاب الأعزاء عدد صور الحيوانات هذا هو عنوان الجدول الحيوانات التي جمعت لها صور عبارة عن الجمل القطة الماعز الأرنب ثم نختار مفتاح لهذه الصور الخطوة الثانية أختار رمزاً لتمثيل هذه البيانات أي أن كان هذا الرمز طلاب الأعزاء وليكن هذا الوجه يمثل صورتي حيواني ثم بعد ذلك في الخطوة الثالثة نستعمل عدداً من الوجوه لنمثل به صور الحيوانات كما هو موضح في هذا الجدول إذا نظرنا أيها الطلاب إلى صور الجمل كم صورة جمعتها سعاد للجمل؟ من منكم يستطيع أن يتذكر؟ نعم أحسنتم ست صور إذا كان كل وجه يمثل صورتين إذن كم وجها نضعها لصور الجمل؟ أحسنتم ثلاثة وجوه لأن الوجه الواحد يمثل صورتين صورتين إذن نضع ثلاثة وجوه أما إذا انتقلنا للقطة كم صورة جمعتها سعاد للقطة؟ أحسنتم أربع صور فقط إذن كم وجها نضع؟ وجهان اثنين صور الماعز كم صورة للماعز؟ ثماني صور إذن كم وجها نضع؟ أربعة أوجه أحسنتم أيها الطلاب أما صور الأرنب فكانت صورتين فقط إذن نضع وجها واحدا وبهذا نكون طلابي قد مثلنا الصورة عن طريق الرموز والآن طلاب الأعزاء نفتح الكتاب على صفحة مئة واثنان وأربعون مع أسئلة أتأكدت يقول المثال الأول أمثل البيانات في الجدول أدناه بالرموز وأجعل كل رمز يمثل بقارتين أمامنا طلابي مجموعة من البيانات هذه البيانات لمزرعة أبكار يوجد فيها عدد من الأبكار لونها أسود ولونها بني ولونها أبيض فإذا نظرنا إلى عدد الأبكار التي تحمل اللون الأسود كم بقرة في هذه المزرعة تحمل اللون الأسود نعم أحسنتم ثماني بقرات كم بقرة في هذه المزرعة تحمل اللون البني أحسنتم أيها الطلاب أربعة أبكار أربع أبكار كم بقرة تحمل اللون الأبيض نعم ستة أبكار نريد أولا أن نمثل لهذه الأعداد ولكن في هذه المرة بالإشارات إذا كان عدد الأبكار التي تحمل اللون الأسود ثماني أبكار إذن كم إشارة نضع أحسنتم ثماني خطوط كالتالي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ننتقل بعد ذلك إلى الرموز إذا كنا سنضع لكل إشارة أو إذا كنا سنضع رمزا لهذه النجمة هذه النجمة تدل على صورتي بقرتين فإذا كان عدد الأبكار التي تحمل اللون الأسود ثماني أبكار إذن كم رمزا نضع أحسنتم أربعة رموز كالتالي واحد اثنان ثلاثة أربعة لننتقل بعد ذلك إلى الأبكار التي تحمل اللون البني كم بقرة تحمل اللون البني أربعة إذن نضع أربعة شرة هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة كم رمزا نضع طلاب الأعزاء أحسنتم جميعا رمزاني فقط واحد اثنان اللون الأبيض ستة أبكار إذن ست خطوط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ولكن كم رمزا نضع أحسنتم ثلاثة رموز واحد اثنان ثلاثة رموز وبهذا طلاب الأعزاء نكون قد مثلنا هذه البيانات بالرموز لننتقل طلاب الأعزاء ومع تدريب آخر هذا التدريب يقول إذا كان كل مثلث يمثل ثلاثة أشخاص هؤلاء الأشخاص يفضلون كرة القدم فما عدد الأشخاص الذين يفضلون كرة القدم إذا ظهر الرمز مثلث مرتين ماذا نفهم من هذه المسألة؟ أحسنتم نفهم أولا أن هذا الرمز المسلث يمثل ثلاثة أشخاص يفضلون كرة القدم المطلوب منا أيها الأبطال إذا ظهر الرمز مثلث مرتين فمعنى ذلك كم شخصا يفضلون كرة القدم؟ أحسنتم أحسنتم ست ستة أشخاص ولكن لماذا؟ المسلث يمثل ثلاثة أشخاص والمسلث الآخر يمثل ثلاثة أشخاص إذن ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة أشخاص الإجابة أيها الطلاب ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة أشخاص والآن والآن طلابي مع تدرب وأحل المسائل صفحة مئة واثنان وأربعون أمثل البيانات الآتية بالرموز هذا الجدول أيها الطلاب يمثل أنواعا للفطائر المطلوب مننا أن نمثل هذه البيانات ولكن في هذه المرة بالرموز إذا كانت فطائر بالجبن ثماني فطائر وكان الرمز هذا يمثل فطيرتين معنى ذلك كم رمزا نضع للفطائر بالجبن أحسنتم أربعة رموز واحد اثنان ثلاثة أربعة وإذا كان عدد الفطائر بالزعتر ستة فطائر إذن كم رمزا نضع أحسنتم ثلاثة واحد اثنان ثلاثة أما الفطائر باللح فكانت عشر فطائر إذن كم رمزا نضع أحسنتم خمسة رموز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بارك الله فيكم أيها الطلاب ولننتقل الآن ومع تدريب آخر هذا التدريب أيضا عبارة عن أسماك صيدة يوم الخميس المطلوب منا أن نمثل لهذه الأعداد بالرموز أيضا نوع السمك هامور عدد الأسماك عشرة إذن كم رمزا نضع إذا كان الرمز الواحد يدل على نوعين أحسنتم خمسة رموز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الصافي عدد الأسماك ثمانية إذا كان الرمز مثلث يدل على سمكتين إذن كم رمزا نضع أحسنتم أربعة الكنعد الكنعد ستة عشر سمكة كم رمزا نضع أحسنتم ثماني رموز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وبهذا طلاب الأعزاء نكون قد انتهينا من درسنا اليوم وفي النهاية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم المعلم أحمد إسماعيل معلم الصفوف الأولية بمدارس ابن خلدون فر الياسمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة